مشاركة المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يأتي إيمانا منهم بأهمية الاستحقاق الدستورية وتعمل الدولة على استمرار التواصل الدائم مع أبنانهها المصريين بالخارج لربطهم الدائم بوطنهم غادروا مصر ولكنها لم تغادرهم وحملوها في قلوبهم في كل الأوقات وفي المقابل لم تنسهم بلدهم في أي لحظة طوال تاريخها هذه هي علاقة مصر بأبنائها في الخارج علاقة قوية متينة لم تؤثر عليها المسافات أو الغياب وفي محاولة لزيادة الترابط مع أبنائها أطلقت مصر العديد من المبادرات واتخذت خطوات هامة لصالح أبنائها في الخارج كان من أهم تلك الخطوات تخصيص ثمانية مقاعد في مجلس النواب للمصريين في الخارج للمشاركة في اتخاذ القرار ورسم مستقبل الوطن ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أطلقت الدولة كذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين بالخارج 2021 والتي تهدف لربط الشباب الدارسين بالخارج بوطنهم وإطلاعهم على ما تقوم به الدولة وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية بالإضافة لربط شباب المصريين بالخارج بالفرص المتاحة للتدريب والعمل والفعاليات التي تطلقها مصر للشباب المصري بالخارج وغيرها من الأهداف الهامة كما عملت الدولة على توفير الوحدات السكنية للمصريين في الخارج من خلال مشروع بيت الوطن الذي يستهدف تحقيق الترابط بين المصري المغترب ووطني عن طريق تسهيل امتلاكه للعقار في مصر وأقيمت المشروعات في مواقع استراتيجية داخل نحو 14 مدينة جديدة تقع بالقرب من الطرق الرئيسية والمحاور المهمة كما تتميز بتوفر جميع الخدمات الأساسية والمرافق اللازمة هي خطوات ومبادرات هامة أطلقتها الدولة لتعزيز الروابط بينها وبين أبنائها المغتربين الذين هم سفراء لها في الخارج بجانب جهودهم الكبيرة ودورهم الهام في بناء دولتهم والمساعدة على ارتقائها اشتركوا في القناة